بسم الله الرحمن الرحيم في مشكلة بتقابل الطلبة بتوع تلتة عدادة في رسم الاشعة الساقطة على المرآة المقارة انا ها اعرض الموضوع قدام حضراتكم واشوف التعليقات ومدرسين العلوم يقولوا الخطأ فين بالزبط او المشكلة فين بالزبط المشكلة دي بتقابل كل الطلاب بتوع تلتة عدادة لما بيجوا يرسمهم الاشعة الساقطة على مرآة مقارة وانا اخدها بالتفصيل ونشوف رأي مدرسين الماس اللي هم الرياضة ومدرسين الساينس اللي هم العلوم هيقولوا رأيهم ايه في الموضوع ده بالزبط ده المرآة المقارة وده المحور الاصلي وده الكود وده مركز التكور البقرة بتبع موجودة في نصف المسافة بالزبط في المحور الاصلي ما بين القد ومركز التكور يعني بالزبط على حسب المسترة اللي موجودة قدامنا دي تسعة سنتي هيبقى في بعد اربعة ونصف سنتي بالزبط بنقدر نكتب البقرة بتاعت تمام كده بغاية دلوقتي بيقولك لو في جسم واقف عند مركز التكور الجسم ده سقط من شعاع موازي للمحور الاصلي بينعاكس مار بالبقرة ولو فيه شعاع مار بالبقرة بينعاكس موازي للمحور الاصلي وبيتقاطع مع الشعاع الاخر فالمفروض ان هو بيرسم لجسم في مركز التكور بنفس جسم الموجود حالي بس زي ما انت شفتوا كده الطلبة اللي ما بتيجي ترسمه بيظهر قدامهم بالشكل اللي موجوده قدامك ده يعني معنا كده مش عارفين يرسمه صح فالمدرسين بريحوا ادمخهم الموجوده ده ويقولك لا طب ارسم مثلا الجسم فوق كده وبعدين نرسم الجسم التاني تحته وبعدين نرسم بقى لقى الأشعة يعني بمعنا صح حاولت ايه تعديها جدا طبعا عايزين بس نعرف المشكلة جات ازاي انا هقولك المشكلة جات ازاي لو نفترضنا ان في عندنا ده المرئة المكعرهية وده المحور الاصلي وده القطب وده البقرة وده مركز تكور وده الجسم الموجود هنعمل زي المدرسين ما بتقول هو جاد طالب هيرسم جسم تحت الجسم الاصلي بنفس الارتفاع وبعد كده يوم اقول له ارسم لي بقى ايه الأشعة بعد كده زبطها زي ما انت عايز كده طب لو افترضنا ان فيه مستطيل هنا انا الجزء ده رسمت هنا هنا ايه وامي يعني المفروض انه طبعا يبقى فيه عندك الشعاع ده ساقط على المرئة المكعره هاي المفروض هينعاكس عشان يوصل لرأس الجسم هنا والشعاع التاني هينزل بنهار بالبقرة وينعاكس عشان يبقى يوصل لنفس الجسم هنا فهيديني شكل المستطيل اللي موجود قدامنا بالقطرين بتوعه لو رسمت المستطيل ده بالقطرين بتوعه هتلاقي نقطة تقاطع القطرين ماياش موجودة في نقطة البقرة او في مركز البقرة واقول لك ليه برضو هات المستارة تاي ارسم المستارة كده من المركز التكور للكد هتلاقي المستطيل هنا ترسم عند تمانية ونصف سنتي مش عند تسعة سنتي يعني معنى كده ان البقرة المفروض تكون موجودة عند المسافة اربعة وربع مش اربعة ونصف علشان كده الشعاعين دولت ما تقبلوش عند اربعة ونصف يبقى فرق المسافة عندنا هنا فين في الجزء ده الجزء ده هو الجزء الزيادة اللي عمل المشكلة يبقى المفروض انه بيقولك من القطر لغاية مركز التكور المسافة ديت بتساوي من القطر للبقرة بيساوي المسافة من البقرة لمركز التكور وطبعا ده الشعاعين مش موجودين هنا في البقرة ده رأيي في الموضوع واستنظر آآ تعليقات حضراتكم وتقولوا لي المشكلة اللي بتقابل الطلبة بتوع ثالثة اعدادة بتقابلهم ليه والسبب في كده ايه ما تقوليش نرسم جزء نرسم الجسم الاول وبعد كده نرسم العشاع لأول مفروض الطالب بيرسم الجسم وعلى كده بيرسم شعاع موازل المحور وبينعاكس في البقرة وبعد كده بيرسم شعاع مر بالبقرة وبينعاكس موازل المحور فيستحيل ان هو يجيب الجسمين دول جنب واحد آآ بنتظر تعليقات حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديوهات القادمة ان شاء الله